في السياق ذاته طالبت منظمة حماية للتوجه المدني بإجلاء جرحى مديرة العبدية بمأرب وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وقال رئيس منظمة حماية علي التام إن المنظمة رصدت وفاة ثلاثة جرحى بن نزيفي في مديرة العبدية نتيجة نقص المواد الطبية والحصار الذي تعرضت له المديرية منذ أشهر نحن في منظمة حماية كمراقب حقوقي فيما حدث ويحدث في مديرية العبدية قمنا برصد وفاة ثلاثة من الجرحى متوافين بن نزيف وعدم تقديم الخدمات الرعاية الطبية وهذا بعد أن دخلوا الحوتيين إلى مركز المديرية وسحبوهم دويهم من المستشفى رغم أن المستشفى لا توجد فيه عناية مركزة وكانت في ظل حصار لم يصل إليها أحد رصدنا مقتل طفل في الحادية عشر من عمره عقب دخول الحوتيين وهذه حادثة أشبه ما تكون بحكم الإعدام رصدنا هناك عشرات بل مئات الأسر خرجت إلى محيط المديرية في نزوح داخلي تحت الأشجار وفي الأكواق كمساكن جديدة لهم